تحقيق الإنجازات الإنسانية تواصل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مسيرتها في تحقيق الإنجازات الإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين إذ شهدت المؤسسة منذ تأسيسها في عام 2001 تطوراً ملحوظاً ومستمراً لمشاريعها على الأصعدات كافة حيث أتى التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2022 موضحاً للاستثمارات والمشاريع التنموية التي تقوم بإدارتها بهدف تحقيق أهدافها وغايتها في استدامة العمل الإنساني فمحلياً أسهمت المؤسسة من خلال محفظتها الاستثمارية في مشروعات استثمارية عقارية كمشروع أبراج الخير ومشروع فيلال الجسرة وبناية الحد إضافة إلى المشروعات التنموية التي تستهدف النهوض بمهارات الشباب ودعم مشروعات الأسر المنتجة ومتنهية الصغار والمشروعات الهدفة لدعم قطاع التعليم كمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وبين كل أسرة ومشروع روضة أم ناصر النموذجية أيضاً كان للمؤسسة دور مهم وكبير في الأعمال الإغاثية إذ تحرص مملكة البحرين ممثلة بالمؤسسة دائماً على إغاثة الأشقاء والأصدقاء لرفع الضرر عنهم وتخفيف المشقة التي يعانون منها جراء الأزمة الإنسانية وهو النهج الذي حرصت على تنفيذ المؤسسة من خلال استدامة العمل الإنساني حيث مثلت المشاريع الخارجية عنصراً مهماً في استدامة المساعدات التي تهدف لخدمة الإنسان والمجتمعات المنكوبة تأتي كافة هذه الجهود للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بفضل الرؤية الإنسانية المتقدمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة والدعم الكريم من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمتابع الحثيث والقيادة الطموحة من سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من أجل عمل إنساني مستدام اشتركوا في القناة